بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنقدم اربع وصفات ممتازة جدا لتقوية جهاز المناع الوصفة الاولى كوب الزهد كركم عسل نحل شريح من البرتقان واللمون وعليهم مية سخنة مية سخنة مش مغلية ممتازة لتقوية جهاز المناع وقومة الامراض والفيروسات الوصفة التانية عصير منعش جدا ومغزي كويس جدا وممتاز لرفع المناع والمكونات بتاعته كلها متوفرة برطقاني وستفندي ويجزر وجنزبيل وهنحتاج العصارة بتاعة العصير عايز اقولكم صعب او ان حد يأكل قطعة جنزبيل في حجم اثنين سنتي مثلا او ثلاثة سنتي لكن في العصير دوت هضر تقديها كلها وكلنا عارفين فوايد الجنزبيل كمضاد الالتهابات والتورم والفيروسات وكمان الجراسيم الوصفة التالتة برضو داخل فيها الجنزبيل واللمون ومعاهم البطل عسل النحل فيه شفاء للناس هنعمل ايه؟ هناخد اللمون هيتغسل كويس جدا جدا هو والجنزبيل من برة وهنقطعهم شرايح وهنحطهم في برطمان وهنصب عليهم عسل النحل وهاخد من البرطمان دوت وازود مية سخنة مش مغلية وطبعا كل ما قاعد شرايح اللمون والجنزبيل منقعين في العسل كل ما كانت نتيجة الوصفة افضل وافضل لتقوية جهاز المناعة وعلاج ادوار البرد والالف الونزة ومقاومة الفيروسات بالصحة عليكم يا رب الوصفة الرابعة تقدرها تقولي عليها وصفة مضاد حيوي هنحتاج التوم معروف ان التوم صيدلية كاملة وهنحتاج معاه عسل النحل قبل كده قدمنا وصفات فيها لمون وجنزبيل كتير اتمنى ان انتو تشوفوها هنبشر التوم عشان يبقى ناعم وهنحط عليه مقدار من عسل النحل يكفي ان هو يغطي فصين او سنين من التوم ويتقلبه كويس وتتاخد كمعلقة مضاد حيوي افضل مليون مرة من اي انتبيوتك ممكن تخديه الافضل لو في اي دور نيكروب او عدوى من اي حاجة انك تخديها تلات مرات في اليوم عن نفسي باخدها هاي كده هو تلما بيكون عن دور برد او الف الونزة بالشكل دوت مع كوبية مية وبعدها كوبية شاي وبالصحة